قررت اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعب استضافة وزير المالية علي عبد الامير علاوي بشأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكر ان اللجنة بحثت اكمال نقاشات القانون بعد القراءة الاولى في المجلس وتحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية في التخفيف من اعباء ومعاناة المواطنين من حيث البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة بالاضافة الى انشاء صندوق المشاريع الصغيرة وشراء الطاقة بسبب ارتفاع الاسعار العالمية وازمة الكهرباء تمهيدا لاحالته الى القراءة الثانية لافتا الى ان اللجنة قررت مخاطبة الحكومة وطلب رأيها حول اجراءات اللجنة للبدء بتشريع مقترح القانون